ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف فيه منكم اللي الوضع كان عنده مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما بد يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي راح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه فيه انتسار جاي لك في الطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد فيه شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل متل شي على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخص هذا متلا عم بيخونهم او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد راح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك لفترة هذي اللي اني شايف فيه عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملي وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاقفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي راح ينتبق عليكم خلولي اني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما راح اتطرق لالا انو راح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هذي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون الشي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انو انت اللي طلعت من العلاقة هذي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي ظهرك يعني قافل كل شغلات التواصل مع الطرف هذي كأنك عاطي ظهرك لكل الشغلات كأنك ما شايفوه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذا وشايفاك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغلة بعدك بتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفا انك انت بعدك بتحب الشخص هذا يعني في من كون لي واكتر اللي بيحبوا الشخص هذا كثير وبعدك بتراقبه كأنك بخبي مشاعرك او خايف الشخص هذا يعرف انك بعدك بتحبه وبتراقبه لانه الشخص هذا كان شي مهم بحياتك لاني شايفا في شي صار بيناتكم يعني شي صدمة تعرض الثلة شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة او انفصال يعني سواء انه متزوجين او متطلقين او اللي كانوا مع بعضون ولكن الغريب انه شايف الشخص هذا متمسك بيك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك يعني متل ما انت تستحق او كان مندفع لاني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذا شايفاه يعني مندفع كثير كأنه الانسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد الشخص هذا مستعد يعمل شغلات او يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت الشخص هذا بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين او منفصلين او متزوجين او سواء تركك واداك ظهره او كان يعني مهتم بحياته او راح تزوج او ارتبط مع حدا او ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت او انفصال او في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف تالت فات على العلاقة لاني شايفان يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني مثل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هيدا عم بيدور على طرق اه ليتواصل معاك طرق جريدة يعني فستفت كتير الشغلات هذي الشخص هيدا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني هو ما يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك اولي لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعضكم لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه احب بيدور على طرق جريدة ليتواصل معاك لاني شايف في منك اللي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكم اللي حاسس انه في منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر في اللي بفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون في طرف يعني في منكم اللي بيعمل اعمال للشخص هيدا في منكم اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر اعمال برض النظر شو عمل لك الشخص هيدا سواء كان تركك او طلقك او لقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى ففي منكم اللي بيعمل جذب وفي اللي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هيدا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب وهو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هيدا عارف قيمتك ولكني انا شايفاك قافل على الشخص هيدا قافل علي وعاطي ظهرك وعامل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفيت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هيدا ياخد قرار بشي موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغله لاني شايف الشخص هيدا يعني بيفكه شو بيفكه 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 في زواج طال عالي ورقة الزواج الشخص هيدا يعني كأنه بده يرجع لك بده يتزوجك كذلك عم شوفي بناتكن اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد ببلد او كل واحد في محافظة لاني شايفة فيه مسافة بناتكن كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هيدا مش قادر ينسى ذكريات احتمال يكون الشخص هيدا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكن اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره كأنه فقد الامل ويعني انا بشوف انه يعني بعده بيحب الشخص هيدا بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هيدا يعني متزوج يعني انه طالع لي الورقة هيدا كتير او تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا تاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكن او بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي مختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه الشخص هيدا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هادي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هيدا شايفه كأنه عارف انه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفها يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك او الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح لبرج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لانه هذا هو الشي الصح انت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هذا لازم اول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك انه فيه تغيرات جاية في طريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هذا انه المساعدة حواليك وافضل شي تعمله انك تتقرب من الله وتدعي وتعمل ميديتيشن يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير ايجابي برد النظر عن الشغلات اللي صارت لانه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بقلك انه فيتنا غيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لانه طالعلك ورقة الشمس طالعلك ورقة الشمس فيه احداث وشغلات ايجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لانه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان انا سحبت ابرق تقنيني لحتى فسروا اكتر طالعلك ورقة الحب يا برج السرطان ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقك يعني اما ستصبح العلاقة هذه اكتر انفتاحا او انها ستنتهي للسماح لعلاقة افضل للحصول عليها لانه الشمس هي تشير الى اشياء ايجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شيء في باب يا عرشة الوراق المكانون في باحث رح ينفتح لك يعني الامور اجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يبورش السرطان في باب رح ينفتح لك في باب رح ينفتح لك شوه يجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة او رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالامان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برجة السرطان حقيقة حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون في الشيفة كأنه عم تفكر في عم تفكر بالناس من الماضي الناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لان هذه قراءة عامة ممكن تكون العيلة او شخص انت حبيته يعني كأني حاسة ان الشخص هذا متزوج او وانتو بعلاقة ولاتية لاني يعني حاسة ان الشخص هذا يعني كأنه غير متزوج طاقة ولاتية لاني شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفتك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق او عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج او على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة ب بناتكن احتمال كل واحد يكون في بلد او محافظة يعني المهم في مسافة او الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعده في تواصل فكأني حاسة انه انتو سلميت طال عليكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح في عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعيدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفة كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شيء قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك في من كون اللي عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدى خلينا نفجع بحب اقول شي كأني عم شوف يعني في من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمال يكون تكون شي شغلة في الموضوع هيدا بالايام الجاية للناس اللي مطلقين القراءة هيدى رح تبتدي من من 22 الى 20 او زيادة شوي فالشهر اللي وراه يعني نوينبين فا يعني لاني عم شوف الشغلة هيدى ويردى عندي كتير رح نرجع لنكمل فمثل ما قلتلك وورقة الشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لانه شايفة عندك في بداية جديدة وفي تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقي الواجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدى طاقها لك ورقة السبن مع اني شايفة في ناس يعني بعضهم شايفة هم متعلقين يعني متل ما عم تشوفو متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حظة من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هيدا معقد وانا برجح الموضوع هيدا اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الان فكر في اللحظة هيدى ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج هاب اقولون بس مدسا يعني كل الابراج صراحة موجوده بس عم شوف الطاقة الهوائية الكثيرة طاقة الترابية ايه تور عزراء البرج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والاسد الاسريون كذلك التوريون الجدي قلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة ترى الحمل التور الاسد الميزان الجدي العضراء الجوزاء يعني في الطاقات اكثر ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالامن والاستقرار يعني لاني عم شوفك لانك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة انه الحبيبي يعني متمسك يعني بموقفه وبيفكر فيك فكأني شايفته اصبح بعد الشي اللي صار اكتر حكمة والتزان اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر